سؤالي الأخير هل كان دوكنز غافل عن هذه السلبيات في كتابه صنع ساعات الأعمى؟ لا لم يكن غافلا هو نفسه يقول في الكتاب أعلم أن هناك تقصير في المثل وأنه لا ينطبق تماما على الحقيقة ولكن يمكن تعديل المثل ليتفادى ما فيه من سلبيات يا الله لو كان ممكنا لكان دوكنز قد فعلها وعمل التعديل مش ينشر تجربة مليئة بالسلبيات ولأ منعارف بس هي ممكن تتصلح وتتزبط ده كلام مستحيل ما طرحه دوكنز أنا بعتبره العكس بقى دليل قوي جدا وربما من أقوى الأدلة على أن التطور والانتخاب الطبيعي لا يمكن أن تم من خلال عملية عشوائية ولابد لها من تصميم ذكي وهذا ما أثبتته عكس ما دوكنز يتعشم أن يثبت أن لا احتياجة لإله لقد أثبتت تجربة دوكنز أن الاحتياج للإله حتمي وأثبتت أن صانع الساعات لم يكن أعمى ولكن صانع الساعات سبحانه وتعالى إله خالق بارئ مصور حكيم قادر مدبر لا إله إلا هو والله تعالى أعلى وعلى ترجمة نانسي قنقر